السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوجد صلاة جديدة نزلت سوق جديد لسه بالنمر تبعها لا أتكلم عن صلاة عند المسلمين لا أتكلم عن السوق عند أتباع الأنبياء وإنما أتكلم عن أتباع الخرافة الصوفية الأشعرية أما أتباع الأنبياء فإن عندهم آية قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم بينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي قالها قبل 1400 سنة كذا نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم تم الدين واكتمل ولكن هؤلاء كل فترة تنزل عندهم عبادة جديدة وكل ما يأتي واحد من جماعتهم يخترع صلاة جديدة ينشرها في السوق ويكون لها زبائن هذا دكتور في الأزهر أشعري دكتور أشعر في الأزهر دكتور لأش دائما نكرر كلمة دكتور كل ما تتكلم عن هؤلاء لأنهم يعظمون هذه الكلمة بعيون لما سيقول دكتور ثم بعد ذلك يأتيك لصلاة ما عرفها محمد صلى الله عليه وسلم يعلمك صلاة تخيل في الإسلام يعلمك صلاة لا يعرفها أبو بكر الصديق ولا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم دكتور هذه نتيجة الدكتورة وهذه نتيجة الدراسة ولكما قال لنا هذا أسامة الأزهري إلا لمن أثبت الأهلية والكفاءة في 12 علم انتقيت واختيرت بعناية كتكوين علم يصرع العالم ويظل على أقل تقدير 10 إلى 15 سنة في طور الدراسة والتلق يبقى دائما إعداد علمي جاد هذا الإعداد العلمي الجاد نتيجته أن يأتيك دكتور في الأزهر ويعلمك صلاة لا يعرفها أنبياء الله اسمعك صلاة التيسير صلاة التيسير نحن عندنا صلوات فجر ظهر عصر مغرب عشاء عندنا صلاة استخار معروفة في السنة تقرأ عن صلوات المسلمين في القرآن الكريم وتقرأ عن صلوات المسلمين في كتب السنة لكنه لي يقرأ لا من القرآن ولا من كتب السنة صلاة اسمها كده صلاة التيسير صلاة عجيبة هذه الصلاة أي والله عجيبة صلاة في الإسلام لا يعرفها نبي الإسلام عجيبة جدا طبعا عجيبة كل ما تأتون به من مخالفات شرعية كله عجيب ونتعجب من العقول التي تتلقى مثل هذا الكلام والتي ترضى بمثل هذا الكلام ومن إملاء السيد أحمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه ما هو معروف بصلاة التيسير من إملاء أحمد بن إدريس مين هذا أحمد بن إدريس؟ واحد اخترع له صلاة جديدة نحن عندنا إله يشرع لنا شرعاً يبلغه إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ أمته هم عندهم غير الله قد يشرع لهم صلاة ويكتبها في كتاب سيدهم أحمد بن إدريس يكتب لهم صلاة جديدة لا يعرفها المسلمون يعرفها فقط هؤلاء ويعلمها للناس مجلس ناس أمامه مساكين دراويش شايفينه أستاذ ودكتور وأزهري وكذا ليس أستاذ دكتور شايفينه دكتور تخرج من الأزهر الأزهر عند هؤلاء الأزهر كلمة عظيمة يثقون به لأنه درس في الأزهر يظنون أنه سيعلمهم دينا وهو يعلمهم خرافات اخترعها أحمد بن إدريس صلاة لا يعرفها رسول الله يخدعون العوام يخدعون الناس لماذا نحذر منهم لأنهم يخدعون الناس لأنهم يأتي إليهم الناس يأتي إليهم إخواننا وأحباؤنا المسلمون البسطاء الذين يسمعون اسم مؤسسة الأزهر رسم كبير دكتور هذا إذن درس قلوب كذا يذهبون إليه ليتعلموا ما أنزله الله سبحانه وتعالى فيعلمهم ما شرعه له فلان فلان صلاة جديدة أقول لك عجيبة نعم عجيبة كيفيتنا أن تصلي أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة مرة وقوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل مئة مرة صلاة جديدة أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة مرة حسبنا الله ونعم الوكيل مئة مرة هذه صلاة وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يبقى الفتحة وتقول بعدها حسبنا الله ونعم الوكيل مئة مرة وفي الركعة الثانية تقرأ الفاتحة مرة وقوله تعالى حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله رغمون مئة مرة فالركعة الثالثة هذه لسا أنت كل ركعة يعلمك اشتقر فيها الرسول علم أصحابه الصلوات وعلم أصحابه الدين وما علمهم هذه الصلاة ما قال لهم اقرأوا مئة مرة اقرأوا كذا في مئة مرة ولا كذا ما قال في صلاة سيرية اقرأوا الفاتحة مرة وقوله تعالى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم مئة مرة في الركعة الرابعة تقرأ الفاتحة مرة وقوله تعالى حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون مئة مرة فإذا فرغت من صلاتك الآن أنت صليت الصلاة أربع ركعات وقرأت ما أملاه عليك أحمد بن إدريس اللي أنت ما تعرف منه قرأت وتلوت في هذه الصلاة ما شرع لك أحمد بن إدريس أن تتلوه فيها الصلاة ليست من الصلوات التي أمر الله بها أربع ركعات وتصليها بعد ما تنتهي ماذا تفعل؟ فإذا فرغت من صلاتك فاسأل الله تعالى تيسير فإذا فرغت من صلاتك فاسأل الله تعالى تيسير ما تعثر عليك قائلاً اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك أن تصلي وتسلم على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد في كل لمحة ونفس طبعاً يأتي بكلام هكذا يصيغه من عنده ويقول لك هذا الكلام هذا صار دين فرما يصير تخربط تقول في كل نفس ولمحة لمحة ونفس وبعد ما تقول طبعاً أنا اختصرت الفيديو طويل والدعاء هذا اللي ترعه هذا الإنسان وكتبه فيه كتابي هذا طويل وبعد ما تقول الدعاء ده ما يضرش حتى لو فاتفضت مع ربك باللهجة العمية فالله فاتفضت مع ربك طيب فالله سبحانه وتعالى يسر ذلك بأجنى سبب لو عملت كده بعد صليت صلاة التيسير وقلت الدعاء شوف اللي جايب شوف البشارة دي إليكم هذه البشارة من بشارة من 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 الله من رسول الله معين سيدي أحمد بن إدريس رضي الله عنه من معين سيد أحمد بن إدريس اللي اخترع له الصلاة وشرع له الصلاة هذه الجديدة التي لا يعرفها رسول الله وهو الذي يبشرك بماذا يبشرنا أحمد بن إدريس فالله سبحانه وتعالى يسر ذلك بأدنى سبب لا سيما أمور الرزق فهي ترياق وأي ترياق ليصلاة علاج وأي علاج فمن الصالحين يعني هذه إنت لما تصليها هذه تتيسر لك أمور الرزق شوف سبحان الله لأن العوام مساكين تجد كثير منهم فقير يعني حالاتنا ويحتاج لمال وكذا وأموره متعسرة وتضخم اقتصادي وقلت الشغل وكذا فيقول له هذه هذه إذا صليتها كما شرع لهم أحمد بن إدريس يتيسر رزقك تفتح عليك أبواب الرزق يال صلي كما أمرك غير الله صلي الصلاة التي لا يعرفها نبي الله يال هذا كي يتهيني كمبيوتر جديد الله مستعب صح أليست هذه الصلاة بالله بالله اللي يستطيع يوصل له هذا الكلام يوصله له أليست هذه الصلاة تيسر أي شيء بأدنى سبب صلي هذه الصلاة بنية أن أصير أنا صوفي أشعر وأنا الآن مجسم بنظركم وكاثر وهابي وما أعرف إيش صلي هذه الصلاة لعل الله يجعلني صوفيا أشعريا يالله صليها وصلوها لها بجد أنا بدي شخص فعليا يوصل هذا الكلام له ويطلب منه الآن صلي هذه الصلاة لمحمد بن شمس الدين يصير صوفي أشعري وننتظر ننتظر النتيجة ولا فقد تعلم الناس الوهم نريد نتيجة حقيقية يراها الآن كل الناس قنواتي متابعها يعني إذا جمعنا المتابعين في قنواتي يطلع لك شي سبعمائة ألف سبعمائة ألف أكثر أقل سيرون نتيجة صلاتك هذه يالله صلي محمد بن شمس الدين صلاة التيسيرية هذه تبع أحمد بن إدريس يصير محمد بن شمس الدين يالله شوفنا فمن الصالحين من يلتزمها وردا نهارا أو ليلا أو فيهما ليصلاة التيسيرية يصليها ليل نهار ورد يوميا عندك صلوات خمسة وصلاتين تسيرية ليل ونهار صلي صلاة تسيرية أربع ركعات مثل ما شرع لك أحمد بن إدريس صوفية فلا يحتاج معها إلى سبب من أسباب لا هذا كلام مهم استنى اسمع لما هذا ليصلي فمن الصالحين من يلتزمها طبعا من الصالحين أكيد رح يكون صالحين لما يلتزم آراءهم وتشريعاتهم رح يكون صالحين ما يكون فاسدين ما يكون يعني زائغين صالحين دائما صالحين فمن الصالحين من يلتزمها وردا نهارا أو ليلا أو فيهما يعني في الليل والنهار يلتزمها ورد صلاة التسير فلا يحتاج معها إلى سبب من أسباب الرزق ما دام مواظبا عليها لو واظبت على صلاة التسير دي أنت مش محتاج لسبب ظاهر من أسباب الرزق وربك يوسع عليك من حيث لا تحتسب يعني أنت ما تروح تشتغل تصلي هذه الصلاة ليل ونهار وما تروح تشتغل ما تحتاج إلى سبب ظاهر من أسباب الرزق ويأتيك الرزق إذن هذه الصلاة التسيرية تصليها مرة بالليل ومرة بالنهار وما تحتاج إلى شغل ويأتيك الرزق لكن هو هذا هذا الذي يعلمهم هذا الكلام هو بنفسه يشتغل ليه ليش ما تصلي صلاة تسيرية لماذا تضل الناس وتقول لهم أنك تصلي هذه الصلاة التسيرية ويأتيك الرزق بدون ما تشتغله أنت تشتغل بنفسك أنت تتخذ أسبابا ظاهرية من أسباب الرزق وتروح تشتغل مشان تقبض آخر الشهر نصاري وتعلمهم أنه صلوا هذه الصلاة التسيرية التي لم يشرعها الله ولا يعرفها نبيه وصلوا هذه الصلاة التسيرية وسيفتح عليكم أبواب الرزق ولا تحتاجون إلى عمل ولا تحتاجون إلى أسباب وهو بنفسه يشتغل لو صدق نفسه لترك العمل وصل هذه الصلاة التسيرية والرزق يجيلك بدون توقف على سبب تلاء النتائج بدون مقدمات بدون توقف على سبب بدون شغل بدون أي شي يأتيك الرزق صلي هذه الصلاة التسيرية النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حرم أصحابه منها لو كانت صلاة من دين الله لو كانت في دين المسلمين لماذا النبي يحرم أصحابه منها حتى يأتي أحمد إيش كان اسمه أحمد المبعف بطيخ أحمد الإدريس هو الذي يخترعها ويشرعها للناس وهؤلاء يفضلون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم رزقهم بدون أن يعملوا وأنت بنفسك تعلم الناس هذا الكلام وتعمل أرينا مثالا بنفسك ترك العمل وأرينا كيف تعتمد فقط على هذه التيسيرية اسبي الله ونعم الوكيلة المسببات بدون أسباب يقول المصنف رحمه الله تعالى سيد أحمد بن إدريس بقول أنا جربت والعارفين والشيخ صلى يقول أنا إحنا جربنا كله عارفون يعرفون بالله ولكن لا تسألهم أين الله لا يعرفون زي الفل إلا عايز يجرب زي الفل ها شوف سيد أحمد بن إدريس بقول أنا جربت والعارفين والشيخ صلى يقول أنا إحنا جربنا وزي الفل يحكي عن طبخة هذه صلاة هذه صلاة مو تجربناه زي الفل أنت ما تتكلم عن طبخة ما يعني مع احترامي أنت ما تتكلم امرأة تقول يعني زوجتك ولا كذا يعني أسأل الله يحفظ أهلك ما تروها تتكلمها وتقول والله أم طبختها وطلعت طيبة وكذا وروح تبخينها إياها أنت تتكلم عن دين عن تشريع هذا تشريع هذه صلاة جربتها وطلعت حلوة هذه مثل والله شخص في طرفة هكذا يقولون واحد راح يسأل الشيخ يقول له يقول له ممكن أصلي صلاة بدون وضوء يقولون لا غير ممكن فقال له إيش رأيك يقول له إيش رأيك أنه جربتها وزبطت فهذا هذا يقول لك أنه هذا جربها وطلعت زي الفل جرب الصلاة تيسيرية وطلعت زي الفل هذا دين هذا بالله هذا دين هؤلاء يؤخذوا عنهم دين اتقوا الله يا ناس اتقوا الله وارجعوا إلى الله وارجعوا إلى شرع الله وارجعوا إلى من يعلمكم دين الله دين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه هذا هو الدين ليس هذه الخرافات ليس هذه الصلوات التي يخترعونها وناس هم بأنفسهم لا يثقون بما يقولون ارجعوا إلى أهل الحق الذين يدلونكم على القرآن والسنة لا ترجع إلى واحد مثل هذا الله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لهم وأن يرزقهم حسن الدين وأن يعيدهم إلى الصراط المستقيم إلى الطريق الصحيح نسأل الله أن يتوب عليه هذا الإنسان الذي يضل الناس والله أنا أدعو له أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه وأن يرشده إلى الحق وأن يبين له الحق وأن يهديه طريق الحق وأن يجعله ممن يعلم الناس الحق أسأل الله له ذلك فإن مات على هذا الباطل الله المستعان الله المستعان يضل الناس هذا هذا يضل الناس نسأل الله أن يهديه والحمد لله اللهم ثبتنا على ما أنعمت علينا من اتباع سنة نبيك عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة